أقل من ثلث الدول وقعت على معاهدة تجارة السلاح الأولى في التاريخ ولم تكن الولايات المتحدة وروسيا والصين بينها المعاهدة ترمي إلى ربط التسليح باحترام حقوق الإنسان ومنع المجازر ولن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تسعين يوما من إبرام خمسين دولة لها أول مواقعين كانت الأرجنتين فيما وقعت غالبية الدول الأوروبية عليها نفس الدول التي قررت رفع حظر تزويد السلاح للأطراف السورية المسلحة الشهر الماضي غالبية الدول العربية تغيبت عن التوقيع في وقت تتدفق الأسلحة عبر كل الحدود العربية أكثر من أي وقت مضى فرنسا وبريطانيا كانت من أبرز الدول التي وقعت معاهدة تجارة السلاح لكنهم الدولتان الأكثر تحمسا لتزويد المعارضة السورية بالسلاح قريبا نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين ترجمة نانسي قنقر